البصمة طريق للمرض حديث تصدر بعض عنوين مواقع التواصل الاجتماعي التي اعتبرت أن استخدام جهاز الانصراف والحضور سببا للإيدز والتهاب الكبد الوبائي بالتأكيد القاطع وبكل التخصصات الطبية سواء السابقة أو اللاحقة لا يمكن انتقال مرض الإيدز أو التهاب الكبد من خلال جهاز البصمة لعدة أسباب أول شيء لأن جهاز البصمة عبارة عن مكان يبصم فيه الإنسان أو الموظف على الزجاج والزجاج يعتبر مادة خاملة لا ليست مشعة ولا هي وسيلة الانتقال أي نوع من أنواع الأمراض قضية الأخرى معروف أن التهاب الكبد الوبائي بيو سي والإيدز من الأمراض التي تنتقل عبر الدم أسميها إشاعلة هنا فعلا غير حقيقية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي قلة الوعي وراء إطلاق مثل هذه الأقاويل التي قد تزرع المخاوف في عقول المجتمع المشكلة الأكبر تكمن في تصديقها رغم عدم واقعيتها لا شك أن غياب المعرفة هي سبب مثل هذه الآراء ونحن نعتب حقيقة على أنه الآن في فضاء الانترنت وفي فضاء توفر المعلومات أن يجتهد شخص دور شخصية اعتبارية بمجلس عام ويفتي بما لا يحترم التخصص عندما قانوني يتكلم عن انتشار الأيز من خلال جهاز البصمة لا شك أحد أمرين ليأم أنه لا يعرف شيء عن المرض أو أنه لا يعرف شيء عن الجهاز وفي كل تلحاتين هذه مرفوضة اعتراضات البعض ونقمتهم من جهاز البصمة يراها المختصون مبررا للهروب من الالتزام بالحضور والانصراف في مراكز العمل وحجة وجود الأمراض ما هي إلا استنجاد باللاواقع لتلفزيون المجلس أحمد الشمري